مسؤولة الولائية للمرشدات لولاية البليدة صباح الخير ريمة صباح النور أختي فريال صباح النور مشاهدين الكرام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة سلام عليكم أشكركم جزيلا شكرا على هذه الدعوة خاصة أنت أختي فريال بارك لو فيكم شرف لنا نكون معكم شكرا كل شرف لنا كما يلتحق معنا أيضا محمد بوكلو ما عدوا في الكشافة الإسلامية لولاية البليدة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرزالين نشكرك بزاف على هذه الاستضافة فريال وعلى كامل طاقة من قناة النهار ويشرفني اليوم نكون كممثل للقسم الولائي لمحافظة البليدة للكشاف طيب شكرا لك محمد إذن لا شك ريمة أعود إليك أن المجتمع المدني بجمعياته وقف جنبا لجنب مع السلطات المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي دخل الجزائر منذ أكثر من ثلاثة أشهر كيف كان دور الكشافة الإسلامية على مستوى ولاية البليدة خاصة أنها عرفت أرقام مرتفعة بالمقارنة مع ولايات أخرى للوطن الكشافة الإسلامية الجزائرية هي منظمة تربوية تطوعية ذات منفع ما تنشأ في صفر صالح المجتمع كان لها الدور كبير في المجتمع المدني كونها منه الحمد لله كانت الفرصة لإكشافة البليدة محافظة ولاية البولدة بأفواجها بتقديم حمالات تحسيسية كانت الأول انطلاق بفيديوها تحسيسية توعوية نصاح إيجابية للعائلات المتواجدة في الحجر الصحي والتزام بيوتهم كذلك كانت لها الفرصة بتقديم حمالة تحسيسية بمطويات للمواطنيين ومواطينات عبر الأماكن الحساسة مثل الأسواق الأماكن العمومية المراكز كذلك قمنا بتعقيم المساجد تعقيم الطرقات تعقيم الأحياء السكنية تعقيم حتى وصلنا مننا عقمنا طرقات سريعة في الغابات وتنظيف الشوارع كذلك قمنا بمساعدة الأمن الوطني في توعية الناس بتوزيعهم في الطرقات السريعة بتوزيع الكمامات وتوعية الناس بارتدائها نظرا لخطورة هذا الوباء والحفاظ على عائلتهم طيب تحدثنا أمس عبر الهاتف ريمة وقلت لي أنكم كنتم تقومون أيضا بتوصيل الطعام الأغذية للأشخاص الذين وجدوا أنفسهم محجوزين في البيت بسبب تفشي الوباء كيف ذلك؟ هل كنتم معا على علاقة مباشرة مع مرضى كورونا وهل كان ذلك حافزا أم حاجزا أمام أداء مهامكم؟ الحمد لله كانت لنا الفرصة بأنه أكلم بعض الأفواج قدموا أطباق ساخنة للأمراض المصعبة يعني كنا نروح للمستشفيات نمدوا للأطباء والموردين هم يقدموها لهم الحمد لله كانت لنا الفرصة بتوزيع طرود كبيرة يعني يصل عددها لخمسة آلاف أطباق يعني كانت قاس كامل الأمراض كامل الناس اللي كانت مصابة بهذاك المرض حتى أنه كذلك وزعنا قفف للمستشفيات بمواد غذائية يعني بش يقوموا بها يعني للمرضى كذلك بأفريشة للمرضى ثانيك يعني بش يبدلوا يعني بيكون عندهم تعقيم كل أربع سوايا طيب هل ربما شاركتم الأطفال من الكشفة في مثل هكذا يعني حملات تطوعية واجه لك سؤال محمد هل شاركت في هذه الحملات؟ نحن قبل جائحة كورونا كنا نديرو حملات تحديثية حملات تنظيفية من بعد كي جاء فيروس كورونا هذا حبسنا وكش كيف نخرجو للميدان سمعوا لنا نشتغلوا على مواقع التواصل اجتماعي ولينا نديرو فيديوات تبعوية ونديرو نصائح على فيروس كورونا وكيف ننقي أنفسنا من فيروس كورونا إذن ربما المنصات الإلكترونية أصبحت البديلة عن الميدان ليس كذلك محمد؟ كذلك لأنه لا يمكننا طرع على الميدان طيب إذن هل حدثتنا ربما على الأعمال التي كنتم تقومون بها على المنصات الإلكترونية؟ فيديوهات ربما؟ فيديوهات تحديثية كما قلت سابقا وكنا نديرو مسابقات وطنية عن بعد؟ نعم وقع الافتراضي كنا ندرنا مسابقة المؤذن الصغير مسابقة أحسن فيديو تعريفي للحركة الكشفية في الجزائر ومسابقة درنا مخيم افتراضي ثاني اليوم إن شاء الله طيب إذن نعود إليك كريمة كيف يكون ذلك؟ كيف استطعتم أن تنظموا أموركم في العالم الافتراضي بعيدا عن الميدان؟ يعني هذا الأمر لم يكن مألوف لديكم من قبل رغم ذلك استطعتم التعايش معه؟ الحمد لك شافة إسلامي جزائرية دايما عندها شعاركم مستعدا دايما حضرة في كل أحوال والظروف عندنا دايما خطط بديلة احنا قبل هذه جائحة كورونا يعني كيكونوا عندنا أنشطة كنا مبرمجينها دايما نقدموا خطة بديلة مثلا كيكون عندنا نشاط في الخلاء ونظرا للجو كامل كنا نكونوا احنا يعني برمجنا خطة بديلة إذن استعملنا في هذه الجائحة تطبيق زومراه معروف عالميا هذا التطبيق هو اللي سهل لنا وخلانا تواصل مع الفيتاتانا في المنازل تحم الحمد لله كانت عندنا استجابة كبيرة من الفيتاتانا بالعكس يعني فرحوا ويعني دائما يستصلوا بنا يقولون هل مينزيد من الأنشيطة؟ الحمد لله يا ربي طيب أريد أيضا الإشارة إلى أمر مهم جدا هل هناك إقبال اليوم على الكشافة الإسلامية كما قبل أم أن يعني العدد العطفال المغبيع للكشافة الإسلامية تراجع يعني تقافة للكشافة الإسلامية هل هي في تراجع أنها يعني لو هذا مستقر في الجزائر لا لا الحمد لله زادت قوة الكشافة الإسلامية الجزائرية نظرا لوقفتها تضامنية خاصة في هذه جائحة كورونا لأن الكشافة الإسلامية الجزائرية أصبحت بعد الجيش الأبيض والأمن الوطني والحماية المدنية عمالنا ضف الصف الثاني في الصفوف الثانية لأن الكشافة الإسلامية الجزائرية حظيرة بظورف كده لذلك أنها وقفت فيها زلزال بومرداس وقفت في فيضانات بابلواد في فيضانات غردايا وكذلك في زلزال عتي مونشنج يعني دورها لا يقل أهمية ربما عن باقي الهيئة الرسمية يعني إحنا عدنا وعدنا نقوله نعيده بشرف في أن نبذل كل جهدي في طاعة الله وطاعة رسوله وخدمة وطني وأن نساعد الناس في كل أحوال والظروف يعني نحن عهدنا وعقدنا وعزمنا وقفينا بعهدنا أن الكشافة الإسلامية في هذه الفترة زادت مكانتها في المجتمع المدني نظرا لما قامت به من أنشطة خاصة أنه كنا قدمنا قفة تضامنية للعائلات صبنا فيها 800 ألف قفة وبالشاركة كذلك مع المحسينين وصلنا إلى 700 ألف قفة الحمد لله كانت كذلك لنا إعانات من ولاية أخرى ثانيك تم توزيعها على الأفوض عبر الولاية البوليدة كانت هناك ربما تعاون بين الكشافات الإسلامية في باقي الولايات من أجل يعني البوليدة شهدت فترة صعبة جدا مؤخرا بسبب الحجرة الصحية الكلي عليها نعم في بداية جائحة كورونا كما كان منتشر المرض بقوة عن باقي الولايات الحمد لله كانت إعانات بقوة من باقي الولايات خاصة من ولاية محافظة ولاية الجزائر الحمد لله يعني كنا نصبنا كامل الأفواج يعني يقدموا إعانات حتى الأفواج رهما متضامنين مع البلديات عدنا منسيقين في البلديات يقدموا مساعدة البلدية بتوزيل طرد القذائية كذلك عدنا يعني الأفواج من عفرون يعني إلى المفتاح يعني الجهة الشرقية لولايات البوليدة الغربي الأوسط كلهم قاسوا العائلات اللي محتاجة أن الطرد الغذائية توصلها الحمد لله أصبنا هذا شيء كذلك قامت أفواج بتوصيل أدوية للأمراض المزمنة لما يقدروش يتنقلوا يعني ما يقدروش يخرجوا كذلك حتى قمنا بتنظيم طوابع البريد مؤخرا كذلك بعد وزارة تربية بتقديم كشف نقاط كذلك بعد دارة الكشافة الإسلامية الجزائرية يعني في كل البلديات في كل على وسط 25 بلدية الأفواج هبتها بتضامنية بتوزيع مساعدة المدارة والإدارين بتوزيع الكشف نقاط للتلاميذ طيب تحدثي على نقطة مهمة جدا وهي تنظيم العمل في البريد نعم قمنا بك يعني كيف يكون ذلك خاصة أن في كل موعد شهري يعني لسحب راتب الشهري أو التقاعد يعني نشوف إزدحام كبير أمام البريد والمواصلات كيف قمتم بتلك الحالة؟ قمنا بأخذ مواد تعقيم معنا كذلك كانت تعكمامات من عد المحسنين قدمناهم لمواطنين كذلك بوضع خطوط بين الذين كانوا يأتوا من أجل قبض ذرات بهم ترك مسافات بينهم كذلك توعيتهم بالكلام ومدى خطورة هذا الوباء الحمد لله القيناة استجابة من عد المواطنين حتى أن العمال البريد تتضامن معنا ويعني كنا سيد وحده جيد إذن الآن ربما وصلنا في الجزائر إلى مرحلة المجبهة المجبهة الهادئة لفيروس كورونا والتعايش معه ما هو برنامج الكشف الإسلامي على مستوى البليدة ما بعد الحجر الصحي؟ يعني الشيء الأجمل أنه قبل ما نقول لك هذه فقط نقول لك بلي كنا قمنا بوقفة ضامنية مع الجيش الأبيض والأمن الوطني والحماية المدنية والدارك الوطني وعمل نظافة زيارة من تنظيم اكشاف الإسلامي الجزائرية تحت إشرافولي ولاية البليدة قمنا بزيارة الانطلاقة من الولاية مباشرة إلى المستشفى كانت أول زيارة لنا مستشفى البشير الإبراهيمي معارف بمستشفى فابور كذلك ثم قدمنا تكريم الأطباء وكل الطاقة من اللي كان عامل عليهم كذلك قدمنا لهم إعانات بمواد التعقيم وكمامات مباشرة اتوجهنا إلى أكبر مستشفى في البوليدة فرونسفارو اللي راح فيها أكبر الأمراض كذلك كانت لنا الفرصة بتكريم كل القطاع الصحة وكل مستشفى في الولاية البوليدة حتى أنه وصلنا دخلنا للأمراض المصاببة بالكورونا حكينا معاهم وعيناهم وعطينا طلعنا لهم من المعلومات التوحم كشافة إسلامية جزائرية ما زالت عازمة في أي لحظة مستعدة شعارنا كل مستعدة دائما لها نتمنى بعد جائحة نرجع لأيامنا طبيعية ويرجع الفتية وكل اللي راح هم حابين يعني يزلوا التحقوا معنا في كشافة إسلامية جزائرية راح يفتح أبوابها الكامل ما هو البرنامج بعد البرنامج؟ كنا بما أنه قمنا بخطة استثنائية في هذه الجائحة كأقسام فنية مثل أشبال الظهرات قاموا بمسابقة القرآن الكريم القارئ الصغير كذلك في اكتشاف مواهب الفتية المرشيدات والكشاف كذلك كان عندهم برنامج استثنائي أول انطلاق المسابقة كانت الصوت الذهبي بعدها مباشرة كنا قمنا بتحضير معسكة الافتراضي المرشيدة المتميزة تحت الشعار بيتنا يحمينا كشفية نتنقينا اللي كان شدنا مدة أسبوع والجح هذا المعسكة الافتراضي بشهادة القيد العام والمسؤولة الوطنية ومشاركة 55 مرشيدة على مستوى سبع ولايات نحيي السبع ولايات اللي كانوا منظمين معي كل من ولاية لمسان الأغواط بيجاية البوليدة اللي كانت الفكرة تحب التنظيم معهم ولاية مستغانم بومردس وكذلك ولاية ولاية بيجاية يعني كنا سبع ولايات ولاية جزائي العاصمة اللي كانت معنا كذلك كنا سبع ولايات نظمنا هذا المعسكر كان فيه برنامج تاري كأن الفتياء المرشيدات عاشوا واقع يعني كأنهم كانوا في أرض الواقع كي كانوا في هداك المخيم جاءنا مباشرة مبادرة القيادة العامة لإكشاف اسم الجزائرية بمسابقة وطنية بشهر الفضيل تلأمهم بشهر الفضيل وهي مسابقة القرآن الكريم وكانت الفرصة لولاية البوليدة في مشاركة في هذه المسابقة لكل الأقسام الفنية كل بين الجوالات والجوال المتقدمين ومتقدمات المرشيدات والكشاف أشبال والظاهرات والحمد لله تحصلنا على مراتب مشرفة لولاية البوليدة وكان أول خطأ يعني وكذلك بعدها نظمنا في العيد بما أنه كان الحجر الصحي بقوة لمة العيد تحت شعار من دارك غافر أحبابك في كشفيتك لمينا في سيتة وعد مرشيدات قدمونا لباس تقليدي تحامل في العيد قدمونا الأطباق التقليدية تحامل في العيد رأنا نقدم في خطط استثنائي ومازلنا متواصلين إلى غاية أن يرى الرب يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله إذن اليوم أنتم تعملون في الميدان في احتكاك مستمر مع الناس هل التمستم ارتفاع ربما في درجة الوعي لدى سكان البوليدة نعم الحمد للأختي وجدنا استجابة كبيرة كبيرة خاصة من الأفواج أنهم كانوا في أيام توزيع الكمامات يعني التحقوا بالمنازل ووزعوا عليهم الكمامات ووزعوا عليهم كمانات نصحوهم استجابوا لهذا الوعي نظرني أنه كشفة إسلامية جزائرية بدرت حتى أنه ولينا نشروا لهم طرد الغذائية بطاقة من عندهم نروح نوصلها لهم الحمد لله يعني بناء استجابة كبيرة من المواطنين تانا مواطنات خاصة أطفال صغر أنهم قعدوا في المنازل توحهم استجابوا للنداء تانا عرفوا بلين أنه كشفة إسلامية جزائرية هي منظمة تربوية لها الدور الأساسي في المحور لأنها تهدف لينشافة سالح المجتمع يعني حتى ولينا كي نمشوا في الطرقات ولينا نلقوا تحية من عند المواطنين تحية حتى من عند الأمن الوطني من عند جيس الأبيض معاً كل الشعب الجزائري يعني بأكمل يعرف بلينك شفة إسلامية جزائرية ولي عندها دور مكون في المجتمع المدني طيب ماذا عنك محمد يعني في الواسطة تاعك بين أصدقائك هل تمست أن درجة الوعي يعني ارتفعت عندهم بما أننا قدمنا الكثير من الأعمال التحسيسية كالفيديوهات المتنوعة شفنا باللي المواطنين استجابوا لنا كثيراً خاصة في المحلات ولا في كما كانت قال القائدة في المراكز العمومية كنت منظمة كثير كما في البوستات والمستشفيات وكامل كنت تنظيم عام إذن على مستوى البوليدة هناك احترام للإجراءات الوقائية بسرامة نعم أكثر من غيرها في ولاية أخرى لأن البوليدة من أكثر ولاية متضررة في الجزائر إذن ربما سكان البوليدة استوعبوا هذا الخطر وهم الآن يطبقون إجراءات الوقائية بسرامة خاصة بعد الحملات التحسيسية التي قمتم بها كذلك نعم الشيء الأجمل والجميل أن الأفواج الكشفية على مستوى ولية البوليدة ما زالت متواصلة في تعقيم الأحياء السكنية يعني درجة أنه حتى وصلنا وعقمنا بعض المنازل اللي كانوا اللي يعرفنا عرفوهم كانوا مصابين بالوابات نقلنا لهم للمنازل عقمنا لهم المنازل توحم قمنا بمساعدات يوم خليناهم شخور جوم من منزل تحم كنا ندولهم طرد الغذائية اللي كانت وصلتنا من عد المحسنين لنشكرهم ونجرم تحية على ما قدموا لإكشاف إسلامي الجزائرية كنا يعني كل ما كانوا يقدموا محسنين للناس اللي متضررة بهذا الوباء وصلتهم يعني كامل طيب إذن كل إعانات يعني تتلقونها من المحسنين على مستوى البوليدة أو على مستوى باقي الولايات نعم تلقينا إعانات من خارج ولاية البوليدة وتلقينا إعانات من بعض المحسنين على مستوى الولاية كانوا يعني سلطة محلية يتصلوا بنا يقولوا يعني وعيوا معنا الشعب هذا بشيفهم وصلوا معنا طرد الغذائية وكامل الحمد لله كنا في استجابة لهم لأننا قلت لك إحنا كما نمع الكشافة إسلامية معرفة بشعارة كل مستعدة يعني الكشافة إسلامية جزائرية مستعدة لأي حالة طارئة طيب أنتم أعضاء في الكشافة الإسلامية على مستوى البوليدة لكن أنتم أيضا مواطنين من البوليدة هل التمستم أيضا تراجع في عدد الإصابات؟ يعني بين جيرانكم في الوسط العائلي هل لاحظتم أن عدد الإصابات تتراجع والأزمة تتراجع أيضا؟ الحمد لله كما نرى في ولاية البوليدة تراجع استقرار للوباء يعني الحمد لله التقم الطبي لولاية البوليدة قدر يسيطر على الوباء هذا نظرا لتوعية المواطنين لهذا الوباء الحمد لله ما نشفنا بعد نهاية شهر رمضان إلى يومنا هذا ما زال ما تلقينش أي حالة نعرفوها سواء من قادة كشافين ولا قائدات اللي راهم في الميدان منك قادة من الكشافة ربما أصيبوا بالوباء؟ الحمد لله لم نتلقى أي شيء جميل وأزمل الحمد لله كان الله معنا وبدع الشعب الجزائري الولا واحد من كشافة ولاية البوليدة أصيب بهذا الوباء عفان الله وإياكم ومحتكتكم يعني اليوم مع المرضى والتقم الطبي أيضا في المستشفيات نعم الحمد لله يا ربي يعني كان يعني ربي حمانا ويعني إحنا دايما يعني نقولوا مرانا معكم وعزمين يعني ما يصيبون إلا ما كتبه الله لنا يعني الحمد لله ولا إصابة لحد الساعة هذه إذن بعد كل هذه الفترة هل أنتم بالنسبة لكم البوليدة مستعدة إلى فترة ما بعد الحجر الصحي؟ الحمد لله نعم حتى وإذا رفعنا الحجر الصحي سنبقى في توعية الناس بأنه يبقوا مرتدين الكمامات نحاول إحنا رانا نبادروا فيه نديروا حمالة تحسيسية من أجل جمع الكمامات وتوزيع المواطنين لما يقدروا يشيرها كما رانا نشوفوا فيها في المبلغ اللي راح ضكاية يعني إن شاء الله حتى ويرفع الحجر الصحي سوف نبقى مدة زمنية في الحجر الصحي لأنه بش يستقر الوضع حتى نساعد التقم الطبي كما راح تطلب منها مساعدات أنه نبقى ونوعيه في الناس بش يقدروا يسيطروا على الوضع يعني يشفعوا كل المرضى اللي رام في المستشفيات خاصة ولاية البوليدة طيب اليوم الكثير من التجار والحرفيين يطالبون بإعادة النشاط التجاري والاقتصادي هل ربما فكرتم في خطة عمل يعني بالتنسيق مع التجار من أجل يعني الوقوف على الإجراءات الوقائية معهم هل لديكم ربما فكرة مبادرة نعم كنا دلنا تنسيق معهم في حمالة التحسيسية اللي قاموها معنا قلنا لهم باللي ما زلنا يعني نخلوا الأوضاع تهدأ شوية مع أنتها ماشي نشوفوا باللي لأنه المرض راح بدين قصنا نقولوا باللي خلاص على الأقل يعني نزيدون نتخذوا فرصة قليلة هكا يعني حوالي شهر آخر يعني حتى نقدروا نوسي بعد ذلك يعني قلنا لهم باللي راح ترجع الأيام إلى مجاريها وترجع الحياة إلى طبيعيتها قلنا لهم باللي يعني كل جرح يولينا غير حكاية فقط معنا نحن بدرنا معهم ونسقنا قلنا لهم رانا معكم ولكن حتى يعني يستقر الوضع أكثر مئة بالمئة طيب إذن ما هي ربما رسالتك لكل الشباب والأطفال الذين يشاهدونك الآن على المباشر من أجل ربما تحفيزهم على الانضمام للكشفة الإسلامية رسالتي لكل المواطني ومواطنات حسى الطالبة وطالبات الأطفال كلهم أنه كشفة إسلام الجزائرية أبوابها مفتوحة لأنها هي منظمة تربوية تهديف لإنشاء فرصالح المجتمع الكشفة أنه تعلمك أنه تتعود على نفسك في كل الأحوال والظروف خاصة كما راكم تشوفوا ذكايا أنه إحنا كقادة وقائدات عزمنا وعني ضحينا ومازلنا نضحي يعني هذه منظمة تربوية نصح بها كل أمة ينضموا لها لأنه ما عنداش يعني هي تطوعية ما عندناش هكا يعني نخلص عليها ولا إحنا كشفة متطوعين طيب ماذا عنك محمد تحدثت كثيرا نريمة عن المنبدأ التي ترسخها الكشفة الإسلامية في الأطفال في الشباب ماذا عنك ما الذي تغير في حياتك منذ انضمامك إلى الكشفة الإسلامية دخلت الكشفة الإسلامية لعدة أسباب بجانب ترفيه متى؟ ماذا صغير ولا يعني أمر حادث؟ ايه ماذا عنك تشبل صغير طيب بجانب ترفيه دخلت لعدة أسباب لأنها تعلم احتماد على النفس العمل الجماعي تنمي قدرات الفتاة مهم ذا الذكاء وكامل أعمال ريادة كما قالوا احنا العقد والنيران وكامل هذو ما يعلمهم في المجالة الكشفة الإسلامية طيب رسالتك أربما للشباب قلهم يشوفوا فيك دكة قلهم نتمنوا يدخلوا ليو حبي يدخل الكشفة الأب مفتوحة لا تقارن في السن ولا في العمر ولا في الدين ولا في حتى العقيدة سما إن شاء الله يدخلوا ويتعاونوا كامل وإن شاء الله رب يرفعنا هذا الباب إن شاء الله إذن أعود إليك ربما كلمة ختامية قبل ختام النقاش لما تفضلي شكرا لك أختي فريال على الاستضافة وكل طاقم النهار نشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرات نقولكم بالإكشفة إسلامي جزئيري راهي مدها يديكم لكم وشعرنا يكون مستعدا يعني رانا في الأخر من هذا ما بما نستغل فرصة نشكر كل قادة الأفواج وكل الأفواج لمحافظة ولاية البوليد على ما يقدموا كذلك نقدم تحياتي لزملاء في أعضاء المحافظة كلهم باسمها ومقامها سواء من قادة أو لقائدات كذلك نشكر الفيتية وعنا اللي راه هم استجابة تعنا في الأنشطة اللي راه نقوم بها نحيي طاقم الطبي أكثر 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 طاقم الطبي اللي راه صاهر على يعني شفاء كل المرضى وكذلك أخص بالذكر الزميلة أم أمنا الغالية أم المسؤولة معنا أم إيمان ربحي يعني أمها في الطاقم الطبي نحييها ونقولها بارك لاوفيك على عملك وبتوفيق لك يقولي كل طاقم طبي كذلك نشكر السلطات المحلية الأمنية اللي راه متوجدة في كل مكان عمل نظاف وحمية مدنية ويعني نشكر كلهم باسمه وكلهم من بعيد وقريب وكذلك نشكر كل المحسنين اللي ساهموا معنا في توزيع ما يستحقونه للناس في هذه الجائحة طيب من جهتنا نتمنى أيضا أن يرفع الله عز وجل عننا الوباء وعن البوليدة يعني نشوفوها إن شاء الله في أحسن أحوالها حتى نحن كذلك ننتمنى يعني في أقرب الآجال يرفع هذا الوباء حتى نرجع إلى أيامنا المجارية إلى أنشطتنا اللي كنا برمجناها في بداية سنة قبل جائحة كورونا الحمد لله رانا من ثمانين ثاني كانت لقى باش نغرسو الأسجار كما كنا نغرسوها مقبل يعني باش نرجع للبسمة ونرجع للفرحة لكل فتية وعنة وكل منتسبة الحركة الكشافة الإسلامية الجزائرية ونوجه تحياتي لكل منتسبة الحركة الكشافة الجزائرية ونقول لهم نشكركم على كل ما تقدمونا في هذه الجائحة لجائحة كورونا رغم كل الظروف والصعوبات اللي رانا نعيشها والحمد لله يعني الكشافة هي متواجدة بقوة يعني الحمد لله يا ربي إن شاء الله ما سرنا متواصل إلى غاية إن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء حتى وبعد الوباء مستعدين لأي شيء طيب شكرا لك ريمة وماذا عنك محمد كلمة ختمية ربا أهدي تحياتي لكمل الطقم الطبي خاصة الجيش والأمن الوطني خاصة مسؤولين محافظة ولاية البلايدة لكمل الأقسام خاصة القائد الهاشمي مسؤول ولاي لقسم الكشاف وأهدي تحياتي لكل قادة فوج المستقبل والسلام عليكم طيب من جهتنا نتمنى لكم ريمة ومحمد كل التوفيق في هذه المهمة أن بلاكنا الله في عونكم وفي عون البلايدة إن شاء الله إن شاء الله فقط قبل الختام حبينا نقدم لك المنديل اللي كشفيتنا اللي أنا معروفين بك شكرا لك يا ريمة تفضلي إذن هذا المنديل كشفيتان أنا معروفين به طيب شكرا جزيلا لك ريمة جميل جدا وسعيدة جدا بارتداء هذا المنديل بألوانه الجميلة والمبتهدة تمنى انضمامك لنا للمنظمة كشفيتة من جزائرية إن شاء الله إذن شكرا لك يا ريمة شكرا لك محمد لإهداء هذا المنديل شكرا لكم لحضركم الآن إذن عودة لكم مشاهدين الكرام نصل بكم الآن اشتركوا في القناة